أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان في بلادنا قيام ميليشيات الحوثي باستحداث آليات قمعية جديدة تنتهك حق النساء اليمنيات في التنقل وتعيد الوصاية على المرأة باعتبارها شخصا غير مؤهل للتحكم بحياته وقالت ميون في بيان صادر أنها تحصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم جماعة الحوثيين لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي أو محرم أو أخذ موافقة أمنية علي عليا تتيح لها تنقل وأحذرت من أن إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل محرم أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل يعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه وأضافت تتشارك منظمة ميون المخاوف مع منظمات وناشطين حقوقيين من خطورة تلك القلارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء وحقوقهن ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة القمعية التابعة للميليشيات الحوثية والحيلولة دون استمراريتها